بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وفضل الصلاة والسلام أهلا بكم جميعا معكم محمد أحمد من قناة فيكراس في فيديو النهاردة هنوضح ازاي نقدر نعمل تحديث للإي اس بي اتنين وتمانين ستة وستين عشان نقدر نستخدمها مع رمود اكس واي زي مواضح امامكم هنكمل بها السلسلة اللي احنا شغالين فيها علشان نقدر نرسل البيانات الخاصة بالدوير اللي احنا شغالين عليها خاصة بالمزرعة الزكية والطاقة الشمسية البيانات نرسلها على التليفون ونشوف الفيدباك ونشوف المفتاح بتاعتنا اشتغلت ولا لا ونقدر نعرف درجة الحرارة اللي احنا محددينها كام زي مواضح امامكم نورت لما درجة الحرارة اشتغلت واشتغر اليه بتاعها وكمان اقدر نتحكم في اوامر عن بعض وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو يا بان اصدقائكم يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومة لحد محتاجها تابعوا معنا قبل ما نبدأ التسكير بسيط بطريقة الشراء من موقع GLCB طبعا انت بتسجل في الموقع وبعد كده تضغط هنا واد جربر بعد كده بترفع الملف الخاص بك ملف الجربر الخاص بك تمام بالشكل ده وبتنتظر بعد كده بتظهر ليه تقدر طبعا تراجع الملف بتاعك من هنا واتنك بتشوف الصورة بتاعته بحجم اوضاع تحميلها واتكبرها وبعد كده سيفتو كارد بعد كده بتخلص رفع التصميم الخاص بك وبعد كده تشيك اوت وبتسجل بياناتك الخاصة بالشحن وبتحدد طريقة الدفع المناسبة لك عشان توصلك في قرب وقت ان شاء الله نكمل على بركة الله اول حاجة هنعملها نروح لمعقة رموت XY لان هو المشكلة بتاعتنا الاساسية معها عايزين طبعا نحل مشكلة الاسي ب معها والأب جريد الخاص بالسوفتوير بتاع الاسي بي تمام نروح لمعقة رموت XY ونشوف اي الحكاية معها وهنا طبعا شرح لنا هنروح له هاو ات وارك تمام وبعد كده هروح على اسي بي فريم وير اوب ديت هنا شرح لطريقة التوصيل طبعا زي ما احنا شرحناها في درس ازاي نرفع الكود على اسي بي هنا موصل الجيني دي طبعا في الريسيت ساح disturbingesti ability في الخليق الاتميجة ويعديه هنريول انت يوصلوش للأتميجة الطابع مصلbaum وبعد كده نروح ماشرة في الواقع ثم ١ Kern فى النحاب المعجي نروح سمود الهرن d واركي نروح سمود الواقع الواقع يناول ج由 بالموصل الى الاراتميجة نريح او او انبطلول موصل الواقع الواقع الدي وانت تحضر التواصيل الاتميجة ان شاء الله الصورتين سيكونوا موجودين معكم اسفل الفيديو سوف اضع الملفات اللي هنستخدمها كلها فيه الصور موجودة نضيف الصورتين اللي موجودين معنا وكمان الروابط المواقع اللي هيدخل عليها النهار هنا مش عايزين في كل الحاجة موجودة مش عايزين غير الصور دي طريقة التوصيل وهنا اكواد عشان يعرف الموديل الخاص بالاسي بي وده شكل البرنامج وانا هطلت لك لانكات عشان تقدر تتصل يعني تقدر من خلالها انك توصل للبرنامج اللي هيرفعلك الفلاش دونلود برنامج اللي هيرفعلك الصفت والصفت اللي موجود بس ان شاء الله هندخل على الموقع الرئيسة ونجيبه منه ان شاء الله ودي صورة البرنامج دي اهم حاجة موجودة معنا لان موقع روموت اكس واي مش محتاج تعمل ابجريد لو انت عملت ابجريد واتبعت خطوات الصفت في الموقع الخاص بالاسي بي ده لو انت اتبعت التعليمات اللي موجودة فيه ووصلت برموت اكس واي مش هيشتغل معك وعن تجربة لسه مجربة لما هتعمل ابجريد من خلال الموقع ده مش هيشتغل معك مع رموت اكس واي لان رموت اكس واي محتاج الملفات دي بس باللينكات دي وبالرابط دي الرابط دي يعني ايه دي اسماعيل ملفات طبعا هنوضحها الوقتي والرابط دي او الاكواد دي يعني ايه ده الاكود ده هتستخدم لو انت بتتخدم اس بي 8 ميجا بايت و 512 كيلو الملفات هتكون موجودة اسفل الفيديو جاهزة بس لو ان نزل اصدار احدث من الاصدارات اللي هتكون موجودة اسفل الفيديو هتدخل على الموقع ده نعرف كو الطريقة هتروح على سببورت اللينك بتاع الموقع يكون موجود هنا ان شاء الله في ملف التكست اللي موجود في الملف وهتروح على سببورت وهتختار SDKS من هنا هتلاقي عندك الاصدارات الخاصة بالاس بي اس بي هتاخد اي اصدار NONOS هتاخد اي اصدار من دولا نمحمل لكم الاصدار version 3 و version 2 و 1 موجودين هتكونوا موجودين معنا في الملف هنا 3 و 2 و 1 هنعمل ان شاء الله upgrade على 3 و هنوضح لكم ان هو اشتغل ان شاء الله هايز تحمل البرنامج هتروح على Tools و من Tools هتحمل البرنامج معك اللي هو Flash Download Tools هتحمله من هنا طبعا والملف نفس النظام هتحمله من علامة اللي موجودة جم الملف هنروح على الملف اللي معنا و هنفتح Flash Download و هنفتح البرنامج من هنا مش محتاج تسطيب ولا حاجة وبننتظر ثواني هيجيلنا بالشكل ده هنضغط على ASP 62, 82, 86 او اي ASP موجودة معك تقدر لو انت محتاج ترفع من نفس البرنامج هترفع لكل الانواع دي هنضغط عليه و هننتظر ثواني هيفتح لنا بالشكل ده هننزل ده عشان ما يبقاش في زحمه و هنفتح برنامج من رموت XY و هنرجع تاني البرنامج اللي معنا عشان نشوف الملفات اللي احنا عايزناها زي ما وضحنا هنا لو تمانية ميجا بايت او لو ستتاشر ميجا بايت انت محتاج تكتب الاكواد دي طب اعرف من هنا تمانية ميجا بايت او ستاشر ميجا بايت هنوصل طبعا التواصلات اللي معنا اللي هي دي نفس التواصلات دي اللي احنا وضحناها في درس برمجة الاس بي بشكل منفصل تمام تماني يستخدم اردوينه. طبيعا الا الردوين و اول ميجا ما نشتغلش هو الردوينه و هل اللي كنا م Risk بعد ما فتح البرنامج هوصل الاسب أو او 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 اردوينه النهاي بايت ان الكوم وبعد ما اقوم بتواصل اردوين و اعلان براكب اي كوم هنا البرنامج ذلك في هي تلك الميجري بيجيب التضرب الكوم الى وهو كوم ربعا إذا لا ما ظهرت معي ميع ان اعلمه من име días اذهب الى البورد وهي اردوين اونو كوم رقم 4 وهتأكد ان علامات الصحر ليس موجودة لو انت كنت رفعت قبل وبعد كده هنقل له ستارت جاب لي هنا معلومات عن الاس بي اللي موجودة معنا وهنا الاس بي اللي موجودة معها 8 ميجا بايت تمام يعني اعرفها منها 8 ميجا بايت وطبعا ال 26 ميجا هيرتز دي المعلومات اللي انا محتاجها اللي هو الاصدار هو 8 ميجا بايت ولا كام عشان اقدر اعرف ان هستخدم منها 8 ميجا بايت ولا 16 ميجا بايت هقفل البرنامج تاني هقفله خلاص واروح افتحه تاني قبل ما افتحه هشيل الاس بي او هشيل الاردوينو وبعد كده هفتح البرنامج وبانتظر ثواني معه وبختار الاس بي 2.866 وبجيب البرنامج هنا معنا بعد كده هبدأ هاخد الاكواد دي واخد الاكواد دي طبعا انا فعلا خدتها كوب وباست هاخدها كوب وباست هنا بالترتيب هنا 0xfc 3 صفار و 0xfe 3 صفار زي ما موجود هنا و 0x5 صفار هنا انا اخدتهم كوب بالفعل وبالترتيب هتاخدهم كوب وباست تمام وبعد كده هتروح تختار الملفات من هنا هنفتح هيتطلب مني اماكن اللي نحافظ فيها الملفات دي هنروح البرجن 3 وهنروح البرجن 3 وهنروح البرجن اول ملف معنا محتاجه هنا هو ASP 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 في الثالثة بوت 1 و 4 ضد بين مشكلة ممكن تأخذ 1 و 2 ممكن تأخذ 1 و 7 خلينا في الأحدث وبعد ذلك اليوزر 1024 اذهب إلى الثالثة 1024 هنا في الثالثة لا يدعم 1024 يدعم 16 ميجا فهنطلع منه مفروض بيضع ملف تيكست ولكن هنا ليس ملف تيكست مفروض هنا في ملف تيكست فهنرجع ثاني ونبدأ من الأول ونأخذ 2 و 1 ونسيب الثالثة للناس الذين لديها 16 ميجا هنبدأ من الأول ورفع الملفات بعد ما خلصنا هنروح للبرنامج ونوصل اردوينو معنا اخدنا بنفس الترتيب الملفات اخدناها هنا وكتبنا الاكواب هنوصل الاردوينو وبعدين هقول له start بدأ يرفع الملف فعلا بدأ يرفع الملف فعلا وننتظر معه لما بيخلص رفع اخدنا 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 معنا كده انه خلص تحميل نقدر ان احنا كده نقفل البرنامج ونرجع ثاني المواقع روموت اكس واي ونفتح التوكن اللي معنا علشان نتأكد هو متصل كده التلاتة التلاتة توكن اللي معايا او الكلاود اللي معايا مع مليندوس كونكت هوصل الاسب في الاردوينو ونوضح انه عمل الكنكت نرجع ثاني للكلاود ونعمل رفريش للصفحة عشان نشوف وعمل اتصال تمام هو كده اشغال وانا فعلا عملت عليه اتصال من الموبايل عشان كده هو بقول انه هو يوزد تمام لو انا خرجت من الموبايل وعملت رفريش قبل كونكتد يعني الدايرة كده متصلة بالانترنت وكده ان شاء الله نكون وصلنا نهاية فيديو النهاردة يا رب يا رب نكون وفقنا في تقديم المعلومات ما تنسوناش من صالح دعواتكم لو اعجبكم الفيديو واتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتعملوا مشاركة للفيديو مع اصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة